هل بالفعل الجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الآن بلينكين زيارته الأخيرة جولته الأخيرة في المنطقة القرار الأخير من مجلس الأمن هي مجرد ذر للرماد في العيون وأن الدعم الأمريكي سواء كان دعما عسكريا أو دبلوماسيا لإسرائيل مستمر بغض النظر عن أي التطورات في الواقع أنا أتفق مع كل ما قالوا ولكن هذا يشكل تغير صغير ولكن واضح في الموقف الأمريكي فقد كانوا في الأسبوع الماضي يخرجون العلن ويتحدثون عن الخطط الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ بداية هذه الحرب في السابع من أكتوبر قد اقترحت قرار أمام مجلس الأمن بشأن حرب غزة وهو موقف داعم للوضع الراهن بوقف إطلاق النار الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق الفيتو لرفض وقف إطلاق النار في السابق هي الآن تنادي بوقف إطلاق النار وضروراته فهنا نعلم أن الأوضاع باتت يشوبها شيء من التناقض ولكن أمس قد صوتت الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار وهذا قرار ملزم من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلينا الآن أن نرى إسرائيل وحماس يتفاعلون على هذا الضغط هنا الضغط لا يوجه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بات ضغط دولي ولكن سيد لوب المسؤولون الإسرائيليون والمنذوبة الإسرائيلية في مجلس الأمن قالت بالأمس أن هذا القرار لا يعنيها هيئة البث الإسرائيلية اليوم تقول بأن الخطوط العريضة للقرار تسمح لتل أبيب بمواصلة الحرب في قطاع غزة يعني الإسرائيليون بكل صراحة وبكل وضوح يعتبرون القرار حبرا على ورق هذا صحيح في نهاية المطاف هذا يرجع لسيادة إسرائيل على أراضيها الموضوع لا يتعلق فقط بطرف حماسة وطرف الفلسطيني ولكن الآن يجب علينا أن ننتظر الترحيب الإسرائيلي حتى إذا ما كان هناك دعم من الدول الأخرى ولكن في نهاية المطاف يجب أن نرى تقبل من رئيس الوزراء نيتنياهو لضرورة وقف إطلاق النار لذا سننتظر أن يقومون بأخذ خطوات ملموسة من أجل الموافقة على هذا القرار ولكن الوضع الآن هو إذا لم يوافق نيتنياهو على المضي قدما في وقف إطلاق النار يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بإيقاف شحنات الأسلحة بشكل كامل وليس تعليق مؤقت لكي لا نجعل هذا النزاع يشبه النزاع الهجومية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر